السلام عليكم ورحمة بكم ناس جيس كاتو جهور مع جديد أخبار شبيبة القبائل لا خوف على شبيبة القبائل أولا بقى أبو زيدي مدربا رئيسيا تقريب 95% مدربا رئيسيا العام القادم إن شاء الله وأيضا لاعب مذكور اسمه بقوة في شبيبة القبائل اللي هو بنزيا قد يكون مفاجأة هذه الصائفة ولا خوف على مركاتو الشبيبة دلونا لايك الفيديو أبوني في القناة وتركونا تعليق من لا يوم جيبوا غير الأخبار المليحة وإن شاء الله الكلام ما يبقى شعر الورق فقط نحتاج التطبيق بنزيا قد يكون دوك نحكي على بو زيدي بنزيا قد يكون مفاجأة هذه الصائفة ولا خوف على مركاتو الشبيبة هكذا جاء في عنوان جريدة كورا نيوز نبدأ على بركة الله نقرأكم رغم إصرار الإدارة للتأكيد بأنها لم تحسم أي صفقة إلى غاية الآن وهو ما نشرناه أمس للأمانة إلا أن هناك بعض المصادر المؤكدة نقلت لنا بعض الأخبار بخصوص استهداف أسماء ستكون بمثابة أخبار صارة في الفترة القادمة ومن بينها الدولي ياسين بنزيا صاحب 28 عام فقط أو مزال صغير أيضا الذي يبقى أولوية فيهن طمأنة الإدارة على أن مستقبل النادي لن يكون كسابقه وسيكون من واجب الكل التفاؤل خيرا بأن وجه الفريق سيكون مغيرا ثلاث لاعبين كبار والإدارة معولة تحط الباكي وحسب المعلومات التي وصلتنا في هذا الصدد فإن ثلاث لاعبين كبار ضمن قائمة الشركة المالكة للشبيبة إلا أن التركيز كله هو على ضمان الباقاء بأريحية بما أن الإدارة معولة تحط الباكي من أجل إعادة الاعتبار إلى الفريق وهذا بعد سنوات عانى فيها الأمرين بسبب غيابه عن منصات التتويج يقصد على شبيب القابائل لغاب بزاف على منصات التتويج أكدت أنها ستكون مفاجأة صارة للأنصار وحسب المعلومات التي وصلتنا في هذا الشأن فإن الأسماء المستهدفة ستكون بمثابة مفاجأة صارة بالنسبة للأنصار والذين يريدون أن تكون الإدارة في مستوى تطلعاتهم وتجرب أسماء توفي بالغرض وقال لك ربطة الأمور هذه بالملعب الكبير يستهي الكثير وبالإضافة إلى كل هذا فإن الأهم هو أن الملعب الجديد سيكون بمثابة أكبر محفز بالنسبة لبعض العناصر من أجل القدوم إلى شبيبة كيف لا وهو الذي سيساهم في منح النادي بعدا آخر وسيكون وحده كفيلا بأن يقنع العديد من العناصر على القدوم وفتح صفحة جديدة في تاريخ زاهم كرة القدم الجزائرية هذا بخصوص مركاتو الشبيبة إن شاء الله لا خوف على شبيبة قبائل إن شاء الله إن شاء الله مدام كالباكي لا خوف على شبيبة القبائل عندنا نوليو المدرب بوزيدي سيكون رئيسيا الموسم القادم مطروح بقوة تشير بعض المعلومات من المحيط فريق شبيبة القبائل هناك إجماع يكاد يكون كليا حول إمكانية بقاء المدرب بوزيدي على رأس العارضة الفنية لفريق الموسم القادم وهو أمر مطروح بقوة في انتظار التطبيق يعني بالمعنى أن الفصل فيه قريبا خاصة وأن هناك فرق كبير بين طريقة عمل الكوش وسابق هذا ما جاء في الجريدة وبين إدارة أمس يدل على كل شيء شفنا البينة البارح بلي راهو تقريب بوزيدي هو الذي سيكون إن شاء الله على رأس العارضة الفنية العام القادم إن شاء الله ولكم التعليق جبنا لكم بعض الأخبار ملاحظة فقط هذه الأخبار تقريب قاعدين نوصل لكم في المعلومات وعن تريق هذه الجريدة اليوم راناج بناء معلومات من جريدة كورا أنيوز تبقى الأخبار الرسمية قادكم صفحة الرسمية لشبيبة القبائل أن كل الأخبار ستوافقكم بها عن طريقة عائية يعني بالمعنى كل الأخبار راح تكون الصفحة الرسمية إن شاء الله وهنا شيليكون جديد راح نوصله إن شاء الله يلا لايك الفيديو أبوني في القناة وتركونا طريق ونتمنى توفيق لشبيبة القبائل في هذا المركات الصيفي سلام خوتي